والآن مشاهدين سنتوقف مع تطورات الميدانية للحرب في أوكرانيا حيث تمكن مقتل فاغنر من السيطرة على أطراف مدينة بخموت شمالا وجنوبا وأيضا شرقا كما نتابع هنا على هذه الخريطة أيضا استطاعت الوصول إلى مركز المدينة هنا أيضا والمعارك الرئيسية هي الآن في بخموت هنا مشاهدين تتركز كل المعارك وقت طويل مر على روسيا لم تحرز أي تقدم بأي منطقة في أوكرانيا الآن هي تركز على بخموت هنا تحاول أن تطوق هذه المنطقة من كافة الجوانب من الشمال هناك حي ستوبكي تحاول مستمتة أن تصل إليه وأيضا من الجنوب هناك حي سباشكا أيضا المعارك تدور هناك وتتقدم القوات الأوكرانية ونعود ونذكر بأن من يقاتل في هذه المنطقة بالذات في بخموت هم قوات فاغنر هي التي تتقدم في هذه المنطقة هنا أيضا تشتد كل المعارك في هذه المناطق بالذات ولكن مشاهدين هناك أمر جدا مهم تحاول قوات فاغنر أن تمنعه وهو هذا الخط هذا الخط الذي سنتبعه سويا من هنا إلى ما يسمى بمنطقة شازوفيار هذه المنطقة بالذات تحاول أن قوات فاغنر تحاول أن تقطع الطريق هذه لماذا؟ لأن الإمدادات من أوكرانيا لبخموت تصل عبر هذا الطريق إذا أردنا أن نكملها هكذا تحاول أن تقطع هذه الطريق حتى لا تصل إلى القوات الأوكرانية في بخموت وبالتالي هي تستطيع أن تطوق هذه المنطقة وتسيطر عليها حتى أن وزارة الدفاع الروسية تقول بأنها تقريبا تبعد كيلومترين إلى حد ما عن هذه الأحياء التي تحدثنا عنها ترجمة نانسي قنقر